اختبار سريع نمثل كل نقطة مما يأتي على المستوى الإحداثي نقطة الأولى ألف سالب ثلاثة وسالب أربعة فلنمثل هذه النقطة إحداث السين بسالب ثلاثة وإحداث الصادي بسالب أربعة إذن نأتي على المحور السين سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة والمحور الصادي بالاتجاه السالب سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة وهذه النقطة ألف النقطة الثانية باء 2 وسالب 1 المحور السيني 2-1-2 والمحور الصادي سالب 1 هنا سالب 1 وهذه النقطة باء النقطة جيم 0 وسالب 2 أحداث السيني بصفر هذا صفر للسين الذي الصالي سالب 2 وسالب 1 سالب 2 ها هنا وهذه الجيم والدال سالب 4 و 3 على الصين سالب 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 و 3 1-2-3 وهذه الدال السورة الخامس سارة محمد 4 كيلومترات جنوبا وكيلومتران غربا ثم توقف فإذا كانت نقطة بداية سيره هي نقطة الأصل فمثل النقطة التي تمثل مكان وقوفه إذن هو ابتدأ من نقطة الأصل هنا سارة 4 كيلومترات جنوبا إذن نتجى نحو الجنوب إذا اعتبرنا أن كل مربع بكيلومتر واحد فسنقول 1-2-3-4 وصل هنا ثم تحرك كيلومتران غربا إذن ستحرك 1-2 سيصل هنا هذه هي نقطة وقوفه احسب قيمة كل عبارة مما يأتي عندما سين تساوي 6 وهو العبارة ثلاثة سين هذه ستساوي عندما السين بستة فهذه العبارة ستكون ثلاثة في ستة أي ثمانية عشر العبارة التي بعدها خمسة زائد سين إذا وضعنا سين بستة فستكون خمسة زائد وبدل السين ستة تساوي 11 اثنان سين زائد ثمانية ستكون اثنان في بدل السين ستة زائد ثمانية وتساوي اثنان في ستة باثنين عشر زائد ثمانية بعشرين أربعة سين ناقص تسعة ستكون أربعة في ستة ناقص تسعة وتساوي 4 في 6 بـ 24 ناقص 9 ستكون 15 السؤال العاشر ربح يمثل المقدار 48 سين ناقص 800 و 75 الربح الأسبوعي لشركة ما بآلاف الريالات حيث تمثل سين عدد الوحدات المبيع أوجد الربح الأسبوعية للشركة إذا باعت 37 وحدة إذن هذه المعادلة تمثل الربح الأسبوعي فلنكتبها والسين تمثل الوحدات المبيعة والمطلوب إيجاد الربح الأسبوعي إذا كانت الوحدات المبيعة 37 أي أن هذه هي قيمة السين إذن نعوض هنا عن السين بـ 37 فنقول 48 وبدلا من السين نضع 37 ناقص 800 و 75 هذه ستساوي إذا ضربنا هذين العددين سنحصل على 1776 ناقص 800 و 75 إذا طرحنا سنحصل على 901 ولكن ما الوحدة؟ السؤال أخبرني أن هذا يمثل الربح بآلاف الريالات إذن الوحدة هنا ألف ريال حل كل معادلة فيما يأتي 14 تساوي نون زائد 9 كي نحل هذه المعادلة أي نجد قيمة نون يجب أن نتخلص من هذا الحد فنطرح من هنا 9 ونطرح من هنا أيضاً 9 فنجمع 9 ناقص 9 بصفر ويبقى عندي نون تساوي 14 ناقص 9 بخمسة هذا هو الحل نون تساوي خمسة عين ناقص ثلاثة يساوي ثمانية حتى نحل هذه المعادلة نتخلص من هذا الحد إذا نجمع هنا ثلاثة وإذا جمعنا في هذا الطرف ثلاثة يجب أن نجمع في هذا الطرف ثلاثة أيضاً فإذا جمعنا بقي عندي عين تساوي ثمانية زائد ثلاثة بـ 11 سالب 17 يساوي باء ناقص 21 حتى نجد قيمة الباء نتخلص من هذا الحد إذا نجمع هنا 21 وهنا أيضاً يجب أن نجمع نفس العدد هنا الناتج باء وهنا الناتج سيكون أربعة ثلاثة من العشرون زائد راء يساوي خمسة عشر حتى نجد قيمة الراء نتخلص من الثلاثة والعشرين إذا نطرح من هنا ثلاثة وعشرين ونطرح من هنا أيضاً ثلاثة وعشرين عندما نجمع ستصبح هنا راء تساوي وهنا سالب ثمانية ترجمة نانسي قنقر